أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بأن مواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في حماية الإسلام والمسلمين مشرفة كما أكد سمو رئيس الوزراء أن جهود المملكة العربية السعودية في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الأمة واستقرارها ويعيث في الأرض فسادا بالفكر الضال وبالأعمال التي لا يقرها دين أو شريعة له موضع تقدير عربي وإسلامي وعالمي وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن قيادة المملكة العربية السعودية التي حمت الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود قادرة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على حماية الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية سائلا سموه المولى عز وجل التوفيق والسداد للمملكة العربية السعودية الشقيقة في مساعيها الطيبة ونهجها الخير في تصدر الحراك العربي والإسلامي في نصرة الحق والعدل والدفاع عن الإسلام والمسلمين وفي مواجهة كل ما يقوض الأمن والاستقرار في أرض الحرمين الشريفين أو في الوطن العربي والإسلامي